فنحن نريد الاستقرار والأمن أن يستمر بوعي الناس وبحرص الأجهزة المعنية وبإدراك الجميع أن هذه الأزمة العالمية وتداعياتها على بلادنا بالتأكيد مش هتستمر طويلة وستأتي لحظة من اللحظات يدرك الشعب المصري أن القيادة السياسية حريصة على مصالحه وأنها تبدل الكثير من أجل أن تضع حداً لسعر الدولار وأنه ينزل ما يطلعش وبتعمل المستحيل من أجل أن احنا نجد بالاستثمار بعد موفرنا البنية التحتية بهذا الشكل أنا أدعوكم للتفاؤل رغم الألم أدعوكم أن تتمسكوا بالأمل رغم كل الأوضاع أي شعب بيفقد الأمل بيضيح حاجات كتيرة جداً والبلد دي تستحق أن احنا نقف معها في أزمتها الصعبة والبلد دي بتدعو كل أبنائها المخلصين أنهم يتصدوا للشائعات والأكاذيب وبتدعو كل أبنائها من الإعلاميين والسياسيين والنواب إلى أن يكونوا حائط صد أمام المؤامرة الكبرى اللي بتستهدف الإساءة لجيشنا لشرطتنا لأجهزتنا الأمنية للقيادة السياسية للبلد والله في ناس كارها اسم مصر من الخوانة والمتأمرين مش حنصدقهم ولا حنصدق دعاياتهم الرخيصة سواء كانوا بره أو جوه لأن احنا مرينا بمرحلة صعبة وعارفين تداعيات الأزمة إلى أين تقود وعارفين أن الأمن والاستقرار هو رقم واحد واثنين وثلاثة وكلنا لابد أن نحرص على أمن بلدنا لأن بلدنا ستعدي بإذن الله وحلستفيد من أخطاء قد نكون وقعنا فيها وغير ذلك وعندنا يقين بأن القائد السياسي رئيس الدولة الذي أدرك تماما أنه يعني موجود ومهموم صباحا مساء بقول له يا رئيس نتمنى في الفترة القادمة أن احنا نجد بالفعل أنفسنا قد تجاوزنا الأزمة الاقتصادية ونتمنى منك أي حد بالتأكيد مش قدرة شغل يتنح على جنب أي حد أي مسؤول غيره أنت عملت غلط أو ما نجحتش فيه أنك تحل مشكلة أو أزمة معينة أو غيره على جنب لأن كل ما يهمنا هو سلامة النظام الوطني وسلامة الوطن كل الأشخاص زائلون ولكن هذا الوطن أمان في عنق الجميع علينا أن نحرص عليها كشعب وكدولة وكمؤسسات لكل ذلك أنا بقول لكم إن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل وإن شاء الله يكون شهر رمضان الكريم فاتحة خير علينا ونبدأ في تلافي كثير من الآثار السلبية اللي تركتها الأزمة اللي احنا عايشينها واللي تداعياتها الخارجية يبدو أنها تتصاعد وليس العكس ترجمة نانسي قنقر